بعد أن أصبح مكلفا كثيرا متى ستنهون وجود المعارضة الإيرانية والتركية في الأقليم أم هذه القوى تستخدموها أوراق ضغط على الدول الأخرى بالعكس هم أولا دخلي أقول لك فاتشي بالنسبة لأحزاب المعارضة الإيرانية الكردية معظمها معظمها موجودة في محافظة السليمانية في بعض المناطق الحدودية في بعض مناطق أربيلها هذول كانوا موجودين قبل التغيير هنا في اتفاقات سابقة بينهم بين نظام صدع التركي والإيراني نعم التركي والإيراني هسا أسد أحجع الإيراني يعني كان أدهم اتفاقات ويا النظام السابق فهما كانوا موجودين لمن احنا رجعنا إلى الأقليم في 91 كانوا موجودين هما وغير مجزمين بهذا الاتفاق أصبحت لا لا أدري أدري بس هما هم فاتشي ورثناه مو احنا جبناه خلاص ديش مع نهاية وجوده في وقت ديشوف أقول لك هذول موجودين هذول قسم كبير منهم مسجلين كلاجئين عن منظمات الأمم المتحدة في معسكرات إلى آخر قسم منهم مسلحي نعم أقول لك يعني حتى أكون صريح وواضح سابقا كانوا يسوون عمليات عبر الحدود نحن نبهناهم ومنعناهم في أكثر من مناسبة أنه أنتو تحددون أمنا ووضعنا وهذا ما مسموح إطلاقا ممكن تسوون نشاط دعائي نشاط إعلامي سياسي بس عسكري هذا مرفوض بالنسبة لحزب العمال حزب العمال أيضا تواجد في هذه المناطق من زمان يعني في أواخر الثمانينات هم تواجدوا في بعض المناطق الحدودية لما النظام السابق قصفنا بالكيمياوي وطلعنا من العراق إلى تركيا ووجرنا إلى إيران هم استغلوا هاي الفرصة رجعوا تلاحظوا شلون؟ يعني ينطيك التاريخ بالثمانية أكثر من مرة طلعناهم يعني في الاثنين وتسعين سوينا حملة عليهم من زاخو إلى قنديل طلعناهم بعدين هم رجعوهم من رجعهم؟ دول دول ترجعوا يعني مو أحنا أكثر من مرة المحاربة اللي ديسووها ضدنا حزب العمال أكثر من مرة يحاربون النظام التركي اللي هندا يشوفون نفسهم بديل عنا وعن سلطة وعن إدارة الأقليم بس هاي المشكلة اللي هم سووها في سنجار حاليا سنجار عمليا محتلة من قبلهم وقبل عناصر أخرى أيضا ما يخلون الناس اليزيديين الأصليين سكان سنجار يرجعوا له فأحنا ما دنستخدمهم كورقة ضغط بالعكس هم عالة ووباء علينا بس كأكراد بعض الناس ربما يتعاطفون وياهم تتلاحظ شلو؟ طيب أما ما عدنا أي آليات لدعمهم لتقويتهم لتسليحهم بالعكس ده نضغط عليهم أنتم لا ترغبون بهذا الوجود أبدا مرفوض وغير أصولي وغير قانوني وحتى بالدستور ما لنا يمنع من التواجد هيش تنظيمات